السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخوتي أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم مرة أخرى معي مع موضوع آخر إن شاء الله فاليوم عدنا وحد فكرة جهنمية دكية باش أنك هاد الموضوع اليوم هو موضوع يعني زوين بزاف غاي يجب الشباب فالموضوع اليوم هو موضوع يحكي عن وحد فكرة جهنمية جبتها لكم اليوم باش تعرفوا الطرق الصحيحة طريقة سهلة دكية باش نخرج لإسبانيا قد نتكلم على إسبانيا لأن انا بحكم السكن ديالي بإسبانيا وقنعرف بزاف ثلاثين سنة فيها انا وقنعرف بزاف ديال يعني عندي بزاف تجارب وعندي بزاف وهذه الفكرة هذه عن تجربة فانا نقرب لكم طريقة سهلة ودكية للخروج إلى إسبانيا بلا ما تحرك بلا ما اتعب راسك بلا احتاجي حاجة ما تحرك ما اضيع بزاف الفلوس اذا اخوتي اخوتي هذا هو الموضوع اليوم فاذا كنت اول مرة كتشوف الفيديو فلا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد اذا نبدأ في سرد هاد 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 طريقة دكية اذا هاد شي هذا كل ما تطلب هو انك مهم الصبر لان هاد الطريقة كتطلب الصبر تطلب شي حاجة الفلوس تقريبا ربعة لف درهم وحسن من سبعات المليون باش نحرب وشحال ما كتكونش مضمونة وخاسر فلوسك وخاسر يعني خايف فالطريق وشوف كتوصلك تموت بعد هاد طريقة راها متيقنا ودخول الاسبانيا فيها اكيد غا تدخل ان شاء الله غير هو وقت تكدوز موحد المراحل هاد المراحل هاده هنهو سيكون عندك وحد محال تجاري نعم سيكون عندك وحد اه وخاغة يقول لي بزاف اه سحال موحدة يقول احنا انا ما عدنيش هاد المحال وكعندي واذا واذا لدينا الفلوس باش نمشي ونحرقو وذيك الحرقة شوه واذا نوصل فيها وما نوصل فيها واغلب يد الناس اللي كي وصل واغلب يد الناس كتموت يعني اللهم يكون عندي خمسة جميع ربعلاف درهم ونعرف نتعامل بها بهالطريقة الدكية اللي غا نشرح ليكم وغا نكون خاسر ربعلاف درهم تقريبا او لا قلعي تلتالف درهم وغا يكون عندي مضمونة لي الدخول لإسبانيا وانا مرتاح مع راسي لا إشكالية لا موثة تبكي عليا خليت موثة تبكي عليا وخايفانا وش نوصل لما نصلش لانا غا نمشي في البحر وغا نمشي حارق او لا غادي تكون هالطريقة او لا غا تختار تمشي بهالطريقة الدكية السهلة يعني ل هالطريقة هادي هالخروجات ديالك او الدخول لإسبانيا غادي يكون عندك قانوني بهالطريقة هادي فنبدأه على بركة الله فالطريقة اول ما خصو يكون عندك وحد المحل اذا قلت ان اول هام هو اللي تفكر فيه هو وحد المحل غا تكري وحد المحل غا تكري وحد المحل غا تدير فيه شبع وشريا غا تدير فيه شبع وشريا لمدة سانة لاش لانا اه ضروري خاصة الفترة الزمنية تكون سانة عندك في هاد المحل تجاري من بعد كتشوف وحد المحاسب هاد المحاسب كتمشي عنده كتفهم معه كتقول له انا بغيت ندير واحد سجيل تجاري دابا خصني ندير سجيل تجاري هو كيبقى يتكلف لك بكل شي كيتكلف لك بكل شي انت ما عليك عاي تعطيه خصتك ضروري 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 جمع فليسات باش اه انسرا كمشي البحر وشوه كيدخل اسبانيول مايدخلش ومعرض حياته الخطر ومعرض حياته الموت وكيعطي الفلوس لمن ملايين كيعطيها باش يخرج اما هذه رغيت 3000 او 4000 تكون عندك تحت منك دير بها السجيل التجاري ديالك دير بها السجيل التجاري ديالك اللي غاي ساعدك على هاد الدخول الاسبانية بطريقة شرعية ومرتاحة اذا طريقة هي انك بالنسبة الناس اللي ماعرفنش السجيل التجاري كيفاش يجمعوا الاوراق دياله كان اللي كيعرف يجمع الاوراق عراسه ولكن لمعرفتيش يجمع الاوراق ديالك السجيل التجاري قد بشي عند محاسب المحاسبين اعطاهم الله الخير طال الله الخير قد بشي عند كتبقى تسوّلهم حتى قد طحف واحد اللي يقول لك ايا نقدر نتكلف لك بهذا السجيل التجاري فهو كيتكلف بكل شي كيطلب لك هو وحد المبلغ مالي يكون تحت منك مبلغ مالي تقريبا تقريبا غير 3000 درهم قاع هكا المهم تدير قاع 4000 درهم باش مكتبقاش هذي خاصة قاعدة لك كل شي امور ديالك الميلف ديالك المهم انت هاد هاد تجارة ديالك قد تكون كتخدم فيه ثمان عام وصبر صبر عام يعني كل عام كله بني دم يصبر يعني راه فضايا فراسو غاد يمشي معيفوت هاد العام غاد يمشي هاد العام غاد يمشي هو الاسبانيا يعني صبر انسان كي صبر كي صبر كي صبر كي بقى كيتشي عند واحد الحرك يقول لك خستك تصبر علي واحد 60 شهور كي صبر لها بنادم وعلى واحد الحاجة اللي هي يعني قانونية شرعية قد دخل براسك مرفوع لاسبانيا يعني يعني بواحد الفيزا عندك يعني قانونية قد أمشي للماطر قد أطلع الطيارة قد أمشي قانوني مرتاح لا تموت الوال ولا بحر لا يدوز عليك البرد لا يدوز عليك القهراء لا يحتاج شي شي قانونيا هذا هو اللي كينقينا المحل وخص يكون عندك 8000 درهم فين جات 4000 درهم قدام هذو كل ملايين اللي كنخسروه وشوف كان ندخل سبانيا ولا ما ندخلش وشوف وش مقا حي ولا ما مقاش حي أما هذو 3400 درهم هذو تكون عندك وغدير وحد الحاجة بها قانونية بها الطريقة هذي يعني غد بشي تسجد وحدك المحل لي قتلك وغدير المحل غديره ولا غديري أنا كنظر مع البنت ومع الولد يعني هذو المحل غديري ديال تجارة وغد يكون عندك المحل مكري وكريه ولا مهم مكري لانما زيانا اللي عنده شي محل ديال ورام خيرا اللي عنده شي عائلة ديال ويقدره مثلا كما كان قوله يكتب ليه دك شي ديبوز ليه دك شي باسم دياله وتعامل معاه هذيك أو تاني كذلك لكن لا مجبرا نحتاجه شي حاجة ركن نوركه على ثامن ذكراء ديال المحل ويكون عندنا ربعالاف درهم عير ثلاثالاف درهم هكا تقريبا للمحاسب اللي غايدة للسجيل تجاري رضاروري السجيل تجاري لان هذك من بين الأوراق اللي كي طلبوه في الفيزا فامحسن هالطريقة ولا الطريقة الخطيرة اللي تنخلي كل شي مرعوب أنا كم شي مرعوب في الطريق شوف كنوصل كنموت اللي كنخلي مرايا مرعوبين الأم كتبكي الخوت خايفانين فهالطريقة كتطلب منك أنك تصبر تصبر عام من بعد ما تدير هالتجارة تصبر عام أما اللي عنده تجارة ديجة حال المحال وما بقى لواله أو لا عنده عام ديالتجارة خاد دام عام ديالتجارة فانوض يدير السجيل تجاري لا معرف شي قلت كما قلت فهو يجمع الأوراق ديال السجيل التجاري فهو كي كي مشي عنده وحد المحاسيب وكي يتعامل معه بوحد ثمن وكي يقول له الثمن لا يخرج ليه ورا كتخرج فاني هو واحد حاجة را كتخرج كما قلت سهلة بألاف تلتلاف قاعد تلتلاف درهم ما غا تفوتاش كنضون لأف تهار بألاف درهم قاعد كتخلص على السجيل التجاري ديالك وها هو السجيل التجاري ديالك عندك في يدك وانه واحد حاجة البنكة تكون كتدخل وتخرج فيها تكون كتمروجة تدخل الفليسات هي فليسات شوية صحيحة ماشي تدخل ميتين درهم ما كنت ندروش على هذا الكنتيدات كنتيدات شوية مرتفعة يعني تدخلها وتخرجها يعني تروج البنكة ديالك تروجها يعني تروجها باش يطلبوها لك من بين فلمينة في ديال الفيزا فكتكون القوانين ديالك وتخلص الدرائب ديالك تكون مخلصة القانون ديالك تكون دايرها في التجارة يعني عد تاخدها ماشي قد تاخد هاد هاد المحل كتجارة غير باش تدير به هاد هاد العام كامل هاد اكتمنت عن Than هاد الع骨 لان عام لك بتكون مخلص مخلص الم琴ديد ديالك المجلس اللواجب ديالك مخلص الواجب مدد Slow צרجها bs تتريك يجب أن يكون كل تجارة تقية تكون مخلص الدرائي مخلص كل شيء التغطية الصحية الكرة مخلص لوازم مخلص يعني ما عندك حاجة تخرج لك ورقاتي تقبله وتبقى لك على هذا الشيء يجربه فيه جبره ما كانت تجارة معي عشوائية لا يجب أن تكون أم أحسن هذه الطريقة التي تطلب مني غير واحد لوقت عام وتطلب مني على واحد المحال وتطلب مني سجيل تجاري سجيل تجاري نخلص عليه عادي 3000 أو 4000 درامج هذا محسن ومشي مع رأسي بيزا ومشي التماق ومشي اسبانيا ومشي بيزا المهم هو في المعطار لا يسوق فك شيء يعني أو تكون حارق وما توصل شيء حقا تموت أو لا ترجع كما قلت ترجع بيدك على رأسك نضيع فلوسك نضيع نصف الصحة ديالك جاي ميت بالبرد يعني أم أحسن أنا هالطريقة هذي نشوفها أحسن طريقة لأن بالفيزا ديالك معي وقفك حتى شيء واحد غاد بشي ضروري الملف ديالك عادي تقبل إلا في هاد لوازم ديالك مزيانة سجيل تجاري والبنكة تكون مزيانة وغادي يطلبوا لك شيء وراق لهم معك ونوعير غير لأن الأسس فات شيء واستجيل تجاري وعندك هذا المحال وعندك هذا المحال وعندك هذا المحال قايم به يعني بكل ما يعني بكل ما يلزم يعني ضرائب يعني صافي وكتبشي القنصلية كتدفع الملف ديال الفيزا صافي يعطوك الفيزا ديالك قد تقبل لك بإذن الله قد تقبل مياه في المياه خاصة هالطريقة كيعرفها الجامع بعض الناس ما كيعرفوهاش فأنا شرحتها لهم وهذه الطريقة السهلة باش تخرج لإسبانيا بوجهك حمر وبراسك مرفوع وما تخلي موراك تشي واحد مخلوع وما تخلي تشي واحد موراك يبكي والخصوص الأمهات هاتشي اللي كينا وهذه الطريقة من بعد ما كتشد الفيزا كتدوز المهم هي دوز المطار ودوز كل شي فما كتدوز المطار ودوز ذاك شي وتوصل لإسبانيا فكتدين انت في حالك وحل خوتك عاوة تكتلوت شي ان شاء الله غنديلكم في الفيديو المقبل ان شاء الله غنديلكم كيفش أنك في أوروبا كيفش تكون كيفش التعامل وانت أول مرة كيفش التعامل ان شاء الله المهم اشتراك اشتراك ولايك 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 وبرتجي الفيديو باش تعمل فائدة باش نبقوا نجي ونطيقكم حل هذه الفائدة ان شاء الله هذا هو كل ما عندي ما نقول لكم اخواني اخواتي النصيحة الوحيدة ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة